ايقاعات اندلسية وروحية متنوعة من عبق التراث الموسيقي الاصيل تترب لها مسامع جمهور مدينة البوغاز على امتداد ثلاثة ايام في اجواء من المديح والسماع يحتفي مهرجان مواسم خالدة في اول نسخة له بذكرى المولد النبوي الشريف ويتغنى بريبرتوار غنائي يخلد ذكريات ملحمة المسيرة الخضراء واستقلال المغرب جمعنا مواسم متعددة في وثقة واحدة لنخرج بهذا المولود الجديد جمعنا مناسبات دات طبع وطني أقصد المسيرة الخضراء المضفرة وعيد استقلال المجيد لنتذكر محطات مشرقات من تاريخ المغرب القريب ثم تيمة أخرى هي دينية روحية تتعلق بالاحتفاء بمقدم سيد البشرية جمعاء محمد علي أفضل صلوات وتسليم وهذه المناسبة اللي هم ثلاثة دي الأعياد الديني وجود وطنية لأن مقدروسي هذو الأعياد اللي متشبتين بيهم لا في المواطنة دينا ولا في الدين دينا كنت منعنا ربيه هذا المهرجان هذا يعني تكون سيمرارية ديوله إن شاء الله في الدورة الأولى والثانية إلى آخر إن شاء الله أيامنا كلها مواسم طرى وكل الزمان عيد بيت شعري يتردد في مجموعة من النوبات الأندلسية وهو الشعار الذي اتخذه المهرجان للاحتفاء بالمكونات الفنية التي تشكل الهوية المغربية وموعد جديد ينضاف إلى الأجندة الثقافية والفنية لكن أيضا فرصة لتكريم قاماته ورموز الساحة الفنية في الحقيقة أنا فرحان في هذا النهار المبارك السعيد لأن هذه البلاد السعيدة كلها مواسم وكلها تكريم ولكن أنا فرحان بهذا التكريم اليوم لأنه عمله لهذه الأصدقاء مواسم خالدة نشكرهم على هذا التكريم مواسم خالدة المنظم من قبل الجمعية المغربية الموسيقى الأندلسية والروحية بطنجة يحمل بحسب منظمه رسالة نبيلة هي تمرر القيم الوطنية والدينية للجيل الجديد وإحياء الغنى الثقافي والفني المغربي